موسيقى الحياة قبل الحارب كنا نأمن نطلع ما كنا نقول إنه هلا دي يصيبنا شي وش فادي يصيبنا شي موسيقى كنا نلعب كتير والتلج وكان هون هيك بيتنا كانت حياة طبيعية وحياة حلوة كتير موسيقى نحن واحين من التلع من جيف خبز رجعنا لأينا الطريق مسكة نحن أجينا يعني ما معنا لا أوعي لاش لما أجينا على الحدود أنا ضعت وأختي كمان ضعت أنا قطعت لما قد رح 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 ما عدا أشوف أهلي فليت أشتغل لأنه أبوي ما عاد قدر أشتغل ولا أمي ستساعدهم بالمصروف إنه أحسن يعني معاصر الطفل لأني العامة عادة لعبت كثير موسيقى 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 الصعوبات اللي بنواجهها بالمدرسة هي بساطة الطريق والشباب على طريق المدرسة موسيقى الأهالي يبطلوا بناتهم لأنه إحنا بمخيم لكل أم تتمنى أحسن شي لأطفاله شعور إنك أنت عاجز ما يعني ما قدران تعمل أي شيء هذا شعور كثير كثير صعب عند الإنسان موسيقى هو أكيد التعليم في المرحلة الحالية هو أملنا الوحيد فما في مشكلة أبداً إنه لو تغيرت الظروف إنه نقدر نتغلب عليها ونقدر نساعدها على الجيل فقط أجري مدرسة بعيدة وبتعب بالمشو كثير بتعزب بس ما نروس نساوي بحب المدرسة بحب المدرسة يعني واحد ما بحب التروسة حابة أصير مهندسة معمارية بدي نرجع أنا وبعض صاحباتي بدي نرجع نبني سوريا من أول وجدي بس أكبر بدي أكون بدي أكون مستقبلي طيار بدي أروح فيها سوريا على المطار أوصل فيها الوقت المفهوم علي إني نحفظ نعرف نكتب لنقدر نتغطية الحكي بالإنجليزي والعربي هذال البسالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر